ما يقول مثلا ولو استأجر امرأة ليزني بها وزنى بها أو واطئة أجنبية فيما دون الفرج أو لاط فلا حد عليه وعذر لا خبر معلش حضرتك تاني معلش أنا كده بشجع على الزنى بأجر اللي هو أساسا مباحث عشان بس مش عايزين حد يقول ان فيه اقتطاعة من النص مباحث حضرتك ريها انت لا لا حضرتك ولو استأجر حد شوفيها من هنا ولو استأجر امرأة ليزني بها وزنى بها أو واطئة أجنبية فيما دون الفرج أو لاط فلا حد عليه وعذر ده اللي هو مين يعني أي واحد أي حد أي واحد معلش ده تلتة سنوية حضرتك بتقولي أي واحد تلتة سنوية أزهري ده المقرر بتاعه نعم ده المقرر بتاع تلتة سنوية مقرر نعم مقرر تلتة سنوية سيادتك بكتوب للصف السالس بالأحمر للصف السالس السنوي طب ده كلام عبدالله المتوفى سنة ستمية اتنين وتلاتين لا ده ده ستمية تلاتة وتمانين ستمية تلاتة وتمانين آه الفئة ده كان القرر من سبعمائة سنة من سبعمائة سنة معلش أنا عايزة أسأل سؤال هو مين اللي يرضى أن الكلام ده يتدرس لولاده ده بيبرروه كمان ده بيتبرر بيتبرر بصيف لما روي أن امرأة استسقط راعيا لبنا يعني واحدة قالت لراجل راعي اديني لبا من الشاء فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها ففعلت ثم رفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه فدرأ الحد عنهما وقال ذلك مهرها لأن الإجارة تمليك المنافع ومنافع لبضع منافع فأورس شبه وصارت كالمتعة الكلام ده بيتدرس للطلبة في الأظهر الشريف ويقولوا أن احنا مش متخصصين ويقولوا أن احنا أصلي جهلة أصلي هم المتعلمين وأنا شايف أنهم لا بيعرفوا فكروا ولا ضمير ولا أخلاق ولا عندهم منهجية ولا منهجية أخلاق ولا أي حاجة خالص وبعدين يحسبك يقولك حضرتك حلق لحيتك ليه أنت مش مصلي أو مش ماشي على منهجية الإسلام وبعدين يبتدي عدة عليك ويحول الدين لأن احنا عندنا حسنات بالعدد لكن احنا داخلين في عملية حسابية مع ربنا